أدى تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا في جيراند التي شهدت حريق هائل في يوليو إلى تدمير 6000 هكتار من غابات الصنوبر منذ بعد ظهر الثلاثاء وإجلاء ألاف الأشخاص ذكرت قيادة الشرطة المحلية في بيان أن الحريق مستعر بشدة وإنه امتد إلى مقاطعة لاند جنوب تم إجلاء سكان بلديات يوستن وسام ميغان وقطعات في بيان أي ما يعادل نحو 3800 شخص هذه البلدات بتقع في قلب غابات لاند دو جانسكنيو في جنوب ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي